للقعدان ذهب مع عجلان لسيد بخيت بن عويضة المري اللي يستاهل الفوس في هذا الصباح ولكل مجتهد النصيب ونذكر بالتوقيت الأفضل كان مع سلهودة بزمني وقدره 6 دقائق و12 ثانية انطلاقتي الشوط الثاني للحقائق البكار وهو الثالث في مجموع الأشواط معنا لهذا اليوم الصدارة مع زعفرانه لخالد بن عبدالله بن خميس على المركز الأول الانتقالة والمحاذاة وأيضا التغيير مع مياسة جار الله بن جهويل المري يغير مع مياسة إلى الصدارة المركز الثالث الثالث هي الشاهنية لعيسى بن سلطان بن سند المسيفرين كان عليها رقم 37 بالفعل هي الشاهنية لسيد عيسى بن سلطان بن سند الهادري والمركز الرابع شعار الشوط الأول مع إعلان يصل عبيد بن علي السناري ودخول وهجوم من الجانب ليمن وشعار أيضا محمد بن راشد بن سلامه الهاجري واسمها الشاهنية غيرت إلى المركز الرابع والمركز الخامس المركز الخامس اللي عند عبيد السناري وهي إعلان عودتنا إلى الصدارة وإلى زعفرانة أو مياسة لسيد جار الله بن جهويل المري لا تزال تتصدر هذا الجمع الغفير والأعداد الهائلة 39 بكرة أسماء كبيرة جداً وأسماء قوية والأعداد هائلة واندلت واندلت على شيء فأنها تدل على قوة المشاركة من قبل أبناء القبال المركز الثاني وصول الشاهنية عيسى بن سلطان بن سند المسيثري وشوفوا التحركات والتغيير من قبل زعفرانة خالد بن عبد الله بن خميس مع زعفرانة والمركز الثالث انطلاقة الشاهنية عيسى بن سلطان بن سند الهاجري والمركز الرابع والدخول والتقدم الأسماء تتغير بشكل كبير المركز الثالث الانتقال إلى المركز الثالث لو تعطوني الرقم الضبي لسيد راشد بن شابل مع الضبي غيرت الضبي إلى المركز الثاني الرابعة إعلان عبيد بن علي سناري والمركز الخامس الدخول والتسلل مع بديعة لفهد بن سيف الخيارين عودتنا للصدارة نشوف المركز الأول والتغيرات أربع مراكز على موقع واحدة موقع خطيرة جدا انطلاقة إعلان عبيد بن علي سناري وأيضا من الجانب ليمن الضبي للسيد راشد بن شابل المريع المركزين الأول والثاني والمراكز مقتربة جدا من بعضها البعض وآخر كيلوين كيلوين فقط هي التي تفصلنا عن خط النهاية وخط الوصول المركز الثالث الوصول مع مياسة جار الله بن جهوين المري وأيضا الأسماء لم تتغير لم تتغير ولكن شوف الوصول من بديعة فهد بن سيف الخيارين مع بديعة على المركز الرابع وخامسا خامسا هي الشاهنية لعيسى بن سلطان بن سند الهادري عودتنا لشعار السناري وشعارها للإجمالية يقود الشوط مع إعلان مع إعلان ويرجو يرجو مالكها أن نعلم في هذا اليوم فوزها وانتصارها بهذا الشوط الثاني ليكون قد احتكر شوط البكار الشوط الرئيسي مع سلهودة والثاني مع إعلان وآخر كيلو ونصف الكيلو المركز الثاني الضبي ولا يستهان بأمري ها يا سناري الضبي قادم أهل راشد بن شابل المرني والمركز الثالث شعار قلب الأسد يصل الآن مع مياسة جار الله بن جهويل المري والمركز الرابع يا سلام يا سلام بديعة فهد بن سيف الخيارين وخامس المنطلقات معنا حاملة الرقم أربعة وثلاثين تصل أول إذاع لرهو أو هذا حاملة الرقم أربعة 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 إذن هي الضبي لسيد راشد بن شابل عودتنا للسناري مع آخر كيلومتر الكيلومتر لخير الكيلو الخطير نصل الآن إلى هذا الكيلو مع هذه اللحظة إعلان تقطع هذا الكيلو الآن لتزيد مسرعتها ولكن بديعة وصلت وصدرت التعليمات على بديعة لتغير إلى المركز الأول فهد بن سيف الخيارين مع بديعة والمركز الثالث الله الله تصل الضبي ضبي أخرى راشد بن شابل المري مع الضبي عند الضبيين في هذا الشوط المركز الرابع الرابع العثريت ناصر بن صالح العطية والمركز الخامس أول إذاعة مع وصول السعودية خالد بن محمد بن خالد العطية شوف شوف يوم صورنا شوف بن شابل شوف بن شابل مع الضبي الضبي راشد بن شابل المري تنتصر في هذا الشوط لكن السناري السناري يصل الآن هجوم خطير عنيف جدا من إعلان عبد بن علي سناري هجوم من أهالي الجمعية هجوم إعلاني خطير وتغيير إلى المركز الأول بنقول بنقول النقطة الثانية سوف تكون حليفا لهذا الشعار انفازت إعلان بهذا الشوط ولكن الضبي خطيرة الضبي غيرت مرة أخرى لتستعيد حقوقها المنهوبة راشد بن شابل المري مع الضبي تنتصر في هذا الشوط الثاني تفوز بناموس الشوط الثاني وسلام سلام يا بن شابل سلام سلام على هذا الفوز وانتزاعي كل الشوط الثاني تهانينا والناموس المركز الثاني اللي ما قصرت إعلان لعبيت بن علي سناري المركز الثالث مزاحه شبيب بن محمد النعيم المركز الرابع كان مع بكرة العطية وإذا نهني الفائزين معنا في هذا الشوط توقيت الزمن ممتاز ست دقائق ثمانتعشر ثانية وخمسة وسبعين جزء من الثانية تهانينا لأسينا ترجمة نانسي قنقر